موسيقى السلام عليكم و أهلا بكم مشاهدينا في نشرة أخبار العالم و أهلا بكم تأتيكم من مركز الاتحاد للأخبار و البداية بأبرز العنوي موسيقى عبدالله بن زايد يلتقي أنطونيو جوتريش على هامش عمال الدورة الثامنة والسبعين من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك موسيقى و دولة الإمارات تؤكد خلال بيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أهمية الحفاظ على نظام دولي قائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها أهلا بكم بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلنهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة عمرو سيسوكو أمبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو بمناسبة ذكرى استقلال بلاده كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نعب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وأسمو الشيخ منصور بن زايد آلنهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة برقية تهنئة مماثلتين إلى فخامة عمرو سيسوكو أمبالو وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وأسمو الشيخ منصور بن زايد آلنهيان برقية تهنئة مماثلتين إلى معالي جيرالدو مارتينيس رئيس وزراء جمهورية غينيا بساو أقام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آلنهيان وزير الخارجية يرافقه وفد الدولة حفل استقبال في البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في اليوم الثالث للجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثامنة والسبعين حضر حفل الاستقبال قادة العالم ووزراء الخارجية ورجال الأعمال ورواد القطاعات الحيوية الأخرى وتركزت المحادثات خلاله حول سبل تحقيق التقدم في مجال العمل المناخي العالمي خلال الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 28 والذي تستضيفه دولة الإمارات في نوفمبر من العام الجاري بمدينة إكسبو دبي والتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل انهيان وزير الخارجية معالي عيدروس زبيدي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأزمة اليمنية والجهود الأممية المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية مستدامة تقود إلى تحقيق السلام الشامل في اليمن كما اجتمع سموه مع عدد من وزراء خارجية الدول المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة وجرى بحث مسارات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها في المجالات كافة منها الاقتصادية والتجارية والاسثمارية والثقافية والتعليمية والزراعية والتكنولوجيا والأمن الغذائي والطاقة المتجددة وغيرها وصل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل انهيان وزير الخارجية ووفد الدولة مساعيهم في تعزيز الشراكات المستدامة مع دول العالم على أساس الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وذلك خلال اليوم الرابع من الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد خلال لقاءاته مع عدد من رؤساء الدول المشاركين في الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة عن حرص دولة الإمارات والتزامها بدعم كافة الجهود الهادفة إلى تعزيز العلاقات والتعاون الثرائي مع الدول الشقيقة والصديقة من جهته شارك مع علي أحمد الصايغ وزير دولة إلى جانب ممثلين عن الهند وإسرائيل والولايات المتحدة في إطلاق مشاريع شراكة اي تو يو تو وأيضا أعلنت المجموعة خلال الحدث عن انطلاق موقعها الإلكتروني الرسمي الذي سيلعب دورا محوريا في حشد رأس مال القطاع الخاص وتحديث البنية التحتية وتعزيز التقنيات الخطراء التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آلين هيان وزير الخارجية معالي أنطونيو جوتريش الأمين العام للأمم المتحدة وذلك على هامش أعمال الدورة الثامن والسبعين من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وتناولت مباحثات سموه مع جوتريش الشراكة بين دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها المختلفة في مختلف المجالات ومنها الإنسانية والطاقة المتجددة والمناخ والتنمية المستدامة كما استعرض الجانبان مخرجات عضوية دولة الإمارات في مجلس الأمن خلال الفترة 2022-2024 وإسهامات الدولة البارزة في العمل متعدد الأطراف لخدمة السلم والأمن الدوليين واستجابتها الإنسانية الفورية لكافة التحديات العالمية بالأضافة إلى جهودها الرائدة ومبدراتها المبتكرة لمعالجة العديد من التحديات الملحة وفي مقدمتها تغير المناخ ألقت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرته دولة لشؤون التعاون الدولي بيان دولة الإمارات في المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين وتناولت معالي الهاشمي موضوعات مهمة جاء طرحها في الوقت الذي يشهد فيه النظام الدولي أزمات متصاعدة لقد اختارت دولة الإمارات أن يكون هذا العام عام الاستدامة تحت شعار اليوم للغد إدراكا مننا بمسؤولياتنا تجاه أجيال الحاضر والمستقبل والتي تستحق العيش في بيئات آمنة ومزدهرة وفي سياق النمتصل أكدت معالي ريم الهاشمي على أهمية هذا النهج في خضم المعارك الوجودية التي يخوضها العالم اليوم سواء من حيث مجابهة النزاعات المسلحة والتغير المناخي وموجات التطرف والعنصرية وغطاب الكراهية التي تجداح العالم إن دولة الإمارات تؤمن بأهمية هذا النهج في خضم المعارك الوجودية التي يخوضها العالم سواء من حيث مجابهة النزاعات المسلحة التي بلغت ذروتها منذ الحرب العالمية الثانية أو من حيث مواجهة التغير المناخي بكوارثه المتوالية أو من حيث دفاعنا الثابت عن قيمنا الإنسانية المشتركة في ظل اكتساح العالم موجات عاتية من التطرف والعنصرية وخطاب الكراهية وأشارت معالي ريم الهاشمي لأهمية الوصول لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المعقدة كما أوضح تأكيد دولة الإمارات على أهمية الحفاظ على نظام قائم على احترام سيادة الدول إن معالجة هذه التحديات أصبح ممكنا في وقتنا الحاضر أكثر من أي وقت مضى مع وصولنا إلى أعلى درجات التطور فنحن نمتلك التكنولوجيا المتقدمة لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المعقدة ولدينا مؤسسات إقليمية ودولية قادرة على تنسيق العمل الجماعي وتتوفر لدينا الأطر القانونية اللازمة لتنظيم العلاقات بين الدول إن دولة الإمارات تؤكد على أهمية الحفاظ على نظام دولي قائم على احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها تدور فيه العلاقات الدولية بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وتناولت معالي الهاشمي قضية مطالبة دولة الإمارات إيران بأنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى قائلة إنه مهما طالت هذه القضية سيظل حق دولة الإمارات المشروع في هذه الجزر قائما ولن يبطل الوقت سيادة دولة الإمارات عليها وتجدد دولة الإمارات من هذا المنبر مطالبتها لإيران بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى فمهما طالت هذه القضية سيظل حقنا المشروع في هذه الجزر قائما ولن يبطل الوقت سيادتنا عليها أو يوقفنا عن المطالبة بحالها إما من خلال التفاوض المباشر أو محكمة العدل الدولية وهذا موقف دولة الإمارات الثابت منذ عقود وتحدثت معالي ريم الهاشمي عن أزمات المناخ والغذاء وأمن الطاقة والمياه مؤكدة أن أزمة التغيير المناخي مرحلة مفصلية يمر بها العالم اليوم كما أشارت معاليها إلى استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيير المناخي بعد نحو شهرين وحين نتحدث عن أزمة التغيير المناخي فإننا نتحدث عن مرحلة مفصلية يمر بها عالمنا اليوم لقد أكدت نتيجة أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس أن العالم بعيد عن المسار الصحيح وأننا نحتاج إلى تغيير جذري لتفادي ارتفاع درجة حرارة الأرض فوق مستوى درجة درجة ونصف مئوية وقد يرى البعض هذا مستحيلا ولكن بلادي تراه ممكنا ومن هذا المنطلق ستركز الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيير المناخي والتي تستعد دولة الإمارات لاستضافتها بعد نحو شهرين على تكثيف التعاون الدولي لتحقيق أعلى الطموحات الممكنة حيث تركز خطة عمل المؤتمر على أربعة محاور أساسية ووضحت معالي ريمي الهاشمي أن دولة الإمارات تفذل جهودا كبيرة من أجل إيجاد نماذج جديدة من التعاون الدولي في مجال ندرة المياه وجعل هذه المسألة في صدارة أولويات العمل متعدد الأطراف ورغم تعاضم مشكلة ندرة المياه حول العالم إلا أنها لا تحظى بالاهتمام الذي يوازي حجم وخطورة التهديدات التي تفرضها على الحياة في كوكبنا الأمر الذي يحتم علينا إيجاد نماذج جديدة من التعاون الدولي في مجال المياه وجعل هذه المسألة في صدارة أولويات العمل متعدد الأطراف وإدراكا لذلك تسعى دولة الإمارات عبر العمل مع الشركاء الدوليين إلى التوصل لحلول فعالة لمعالجة هذه المشكلة وهذا ما تضمنته الورقة التي نشرتها وزارة الخارجية اليوم ونأمل بأن تساهم في تحديد السياق المطلوب لتحقيق هذه الغاية نشرة أخبار العالم متواصلة وفيها بعد الفاصل منذ انتهاء العمل بالاتفاق وصول ثاني سفينة قمح نوكراني إلى اسطنبول ولافروفيان في رفض روسيا لجهود أحياء اتفاق البحر إلى سود أهلا بكم من جديد في نشرة أخبار العالم دعا وزير الخارجية الروسية سرغي لافروف في المجتمع الدولي إلى الحلولة دون انتلاع حرب كبرى وانهيار آليات التعاون الدولي وقال لافروف في كلمته خلال المناقشة السياسية العامة للدورة الثامنة وسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة ان البشرية تقف أمام مفترق طرق ومن المصلحة المشتركة لجميع الأطراف الحلولة دون الانزلاق إلى حرب كبرى كما اتهم وزير الخارجية الروسية الدول الغربية بخوض قتال مباشر ضد روسيا في أوكرانيا على حد قوله في سياق آخر قال سرغي لافروف أن موسكو لا ترفض جهود الأمم المتحدة لإحياء اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود لكن أحدث اقتراح لها في هذا الصدد غير واقعي وكان الأمين العام للأمم المتحدة قدم مقترحا من أربع نقاط في طار جهود إعادة إحياء اتفاق الحبوب يأتي ذلك فيما وصلت سفينة قمح أوكراني ثانية إلى أسطنبول عبر البحر الأسود اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود المعلق لم يجد طريق العودة حتى الآن فروسيا التي أوقفت العمل بالاتفاق منذ يوليو الماضي تؤكد أنها لم تحقق مطالبها وأن المقترحات الأممية الأحدث لا يمكن تنفيذها وقد وضح وزير الخارجية سرغي لافروف بعد خطابه أمام الجمعية العامة أن بلاده لا ترفض جهود الأمم المتحدة لكن اقتراحها في هذا الصدد غير واقعي نحن لا نرفضها إنها ببساطة غير واقعية لم نرى عودة البنك الزراعي الروسي إلى النظام سويفت العالمي ولم نرى حلا يسمح لروسيا بالوصول دون عوائق إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط وغيرها ولا حلا لمسألة التأمين وتتلخص المقترحات الأممية الأربعة في رفع الاتحاد الأوروبي للعقوبات المفروضة على البنك الزراعي الروسي وتجاوز القيود المرتبطة بالانفصال عن سويفت للمدفوعات وتأمين سفن الشحن الروسية في البحر الأسود والإعادة الجزئية للأصول الروسية المجمدة إضافة إلى السماح لسفن الشحن الروسية بروسو في موانئ دول الاتحاد الأوروبي وفي الطرف الآخر الاتفاق المجمد حتى الآن تحاول أوكراني الالتفاف على الحصار المفروض منذ انتهاء العمل بالاتفاق حيث وصلت سفينة قمح أوكراني ثانية إلى اسطنبول عبر البحر الأسود وفق ما أفادت مواقع متخصصة في متابعة حركة الملاحة البحرية وتواجه كيف أيضا تدعيات قرار الحظر المؤقت للحبوب الأوكرانية المتعلق بخمس دول مجاورة للبلاد مددته ثلاثة دول وهي المجر وسلوباكيا وبولندا بشكل أحادي وفي انتظار الوفاء بالوعود كما تطالب روسيا يبقى مسار تصدير الحبوب عبر البحر الأسود محفوفا بالمخاطرة ليصبح خبر مغادرة سفينة استثناء بعد أن كان روتينا يوميا دعت أرمينيا أمثل الانتشار الفوري لبعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان والأمن في ناغورنو قراتباغ وسط مؤشرات على احتمال وصول مساعدات إلى تلك المنطقة في ظل وقف هش لإطلاق النار وقال وزير خارجية جمهورية أرمينيا أرارت ميزويان أمام الأمم المتحدة إنه يجب على المجتمع الدولي أن يبذل كل الجهود من أجل النشر الفوري لبعثة المشتركة بين الوكالات من قبل الأمم المتحدة في ناغورنو قراتباغ بهدف مراقبة وتقييم حقوق الإنسان والوضع الإنساني والأمني على الأرض قالت قيادة إقليم ناغورنو قراتباغ الانفصالي إن 120 ألفا من عرقية الأرمن في المنطقة سيغادرون إلى أرمينيا وقال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان أيضا إنه من المرجح أن يغادر الأرمن المنطقة وأن بلاده مستعدة لاستقبالهم وتقول أذربيجان أنها ستضمن حقوقهم وتجمج المنطقة في باقي البلاد لكن سكان المحليين يخشون من صدامات عرقية أبلغ وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن أرمينيا أن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق حيال السكان من العرقية الأرمنية في ناغورنو قراباق مضيفا أنها سعت لتأمين الحماية لهم مع تعزيز أذربيجان سيطرتها على الإقليم وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن الولايات المتحدة تدعو أذربيجان إلى حماية المدنيين والوفاء بالتزاماتها باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لسكان ناغورنو قراباق وضمان امتثال قواتها للقانون الإنساني الدولي قال رئيس الصيني شي جين بينك خلال لقائه مع رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان داكسو إن بلاده عازمة على العمل مع كوريا الجنوبية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية التي ستتطور مع الوقت وأفاد تلفزيون الصين المركزي بأن شي أجرى محادثات مع هان في مدينة هانج تشو شرقي الصين قبل حفل افتتاح دورة الألعاب الأسيوية ويأتي هذا الالتزام بالتعاون قبل انطلاق المحادثات الثلاثية المقررة بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية في سيول يوم السادس والعشرين من سبتمبر الجاري وهي القمة الأولى التي يرأسها كبار مسؤوليهم منذ أربع سنوات وصلنا إلى نهاية نشرة أخبار العالم وقبل الختام هذا تذكيرهم بأبرز العنوان عبدالله بن زايد يلتقي أنطونيو جوتريش على هامش أعمال دورة الثامنة والسبعين من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك والإمارات تؤكد خلال بيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة همية الحفاظ على نظام دولي قائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها ختام نشرة أخبار العالم كنا معكم من مركز الاتحاد للأخبار شكرا لكم على حسن المتابعة وفي أمان الله اشتركوا في القناة